موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمرين في جولتنا بصحبة النائب عمر أبو اليزيد نائب حزب الوفد عن دائرة بولاء الدكرور ونعرض احدى المشكلات هي مشكلة انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة بولاء الدكرور واللي أصفر عن وتحديدا بمنطقة زنين واللي أصفر عن مقتل سيدة وإصابة الطفلة يعني خلينا نعرف تفاصيل أكثر من أهالي هذا العقار واللي هم حاليا بيسكنوا في الشارع بقالهم فترة من الزمن منذ انهيار الجزئي لهذا العقار يعني خوفا وتحسبا من انهيار كامل لهذا العقار وسريعا ناخد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع حضرتك زوج السيدة التي توفت طبعا يعني نقدم عزائنا طبعا لحضرتك خلينا نعرف العقار ده انهيار جزئيين امتى وحصل ازاي يعني تفاصيل انا كنت في البيت والصبح كنت في البيت ونزلت اصلي الجمعة جيت لقيت مراتي واقع من السقف نازلة بالسقف تحت دول الأرضي السقف بالكامل النهار السقف ماشا نص السقف بالزبط نزل بيها اه 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 والدم بقى والدنيا بقى وربنا معنا بقى نعمل ايها ما عنديش حاجة تانية انا مش عارف انا اقولها ايها يوم الجمعة الماضي حصل كده يوم الجمعة يوم الجمعة ساعة الصلة بالزبط نعم السقف وقى بيها بتعمل عمل كل حاجة والاكل والشرب وراحت السقف وقى بيها ويها طلع كده كده بالمستشفى نعم الحمد لله وكويس ان الناس بتخدم فيه ناس بتخدم وفيه ناس بتسيب الدنيا تقرب تقلب يعني فيه ناس بتجري وناس بتزمر كده في الحياة ما تعرفش بتزمر ازاي رجل بيبيه استاذ عمراء ابو اليزيدة هو بيجي كل يوم كل يوم كل يوم مش عارف يعمل اي حاجة يعني قطر خيره على انه بييجي ويلف في الدنيا كلها ويشدنا شمال ويشدنا يمين مسؤولي للمحافظة ومسؤولي الحي فين من المشكلة بيجوا يتمشوا دولة بيتفرجوا او ما ياخدوا او جايب ما عرفش مع صاحب البيت ما عرفش ما تعرفش حاجة خالص انت مش ياخد بالك من اي حاجة يعني انت قاعد في الهن زي ما انت شايف كده العادة في الشارع والبيت مكسر وحنا بنطلع النام فيها النام فين لرحنم يعني مدرسة هي مهاصفة مدرسة بتيجي بتيجي يعني هي جاية من المستشفى قاعدت في البيت مماتت بان انا اعمل ايه جيت ااى الصبح ااا الصبح جثبت يوم الدوم جمعة عملت الفطر عادي 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 جد جاه قضر ربنا طبعا يعني ونقدم عزاننا يعني لو أسأل طيب حضرتك المسؤولي الحي والمحافظة جم العزاء الزوج الأستاذ علشان يقدم واجب العزاء لكن بعد كده كان في وعود منهم ايه بالضبط أول وقت كارثة حضرتك يعني الموضوع ده حصل يوم الجمعة وقت كارثة حضرتك كان في صلاة الجمعة الصراحة الناس في الشارع يحتضنونه لأنه نائب عمر أبو اليزيد وجم بعض النواب التانين واخد بالك خدوا بعض يوم هنعملوا هنسووا ماشيوا بس اللي احتضننا في الموضوع ده نائب عمر أبو اليزيد الصراحة وأنا أقطن في الدور الثالث بعد عم إبراهيم أنا كنت نازل لقيت الحالة المتوفاة صراحة حلاله وعت بالسقف وعت السقف خده وقت خده وقت كله يعني في طفلة أصيبت في طفلة أصيبت ده هو طفلة وتعور في وجه وخده من غرس في وجه الصراحة فالصراحة يعني أنا مش عارف يعني مش لقى أكلم لأننا فعلا متضرر متضرر فضيع يعني أنا كنت عندي بيت وكان عندي شقة وفي ثانية بقيت في الشارع بقيت في الشارع أنا وعيالي يعني أنا وجلنا المحافظ والنائب المحافظ وقال يا جماعة احنا هنعمل وانسا وجلنا رئيس الحي كانت إيه الوعود للمحافظ ونائب المحافظ والتي لم تتحقق حتى الآن من وجهة نظارك يعني هو هو أول حاجة اللي وعدوا بيها إن إحنا يبقى لنا مكان آدمي نسكن فيه ونعد فيه وأسرقوا هتكونوا في مكان كويس مكان آدمي لكن إحنا فجئنا حضرتك تاني يوم الراجل فعلا قام بوعده بس جاب لنا بطاطين جاب لنا بطاطين نحن مش عايزين بطاطين علشان تحضوا بقى فيه هنا بتاحت البطاطين هو ده وعدوا إنه جايب لنا بطاطين جايب لنا بطاطين ويا جماعة الغاسة جايالكو وانتو ان شاء الله هتكونوا كويسين وهني بعتلكو مش عارف مبلغ من المال عشان تعودوا في مكان ومش عارف ايه فدي وعود غريبة حتى نائب المحافظة ما جاء المقعازة جاي والراجل نائب المحافظة ومع رئيس الحي وقبل عم إبراهيم ايه وعا تسكن في الشقة ايه وعا توقعت في الشقة لأن الشقة خطر عليك قال له هروح فين أنا عن نفسي ومعظم السكان قاعدين في البيت هنروح فين هليني أخد رأيي أنا هاخد طبعا تعليق من حرارك ست النائب لكن نستكمل سكان هذا العقار انتو لسه مستمرين سكنين في هذا العقار أنا بقوله لحضرتك وخبالك احنا مستمرين وخبالك ومش هنتنقل بس هو اللي ساعدتك على حاجة بالمعنى وخبالك ان محدس فيه اي مسؤول وخبالك فيه اي اجراءات ايجابية بيتخذها معنا فين الاجراءات الايجابية بعد اربع تيام بعت لنا استاذ ابراهيم النوبي بعت لنا بطاتين بيقول لنا اعودوا في الشارع بعد اربع تيام بعد الوعود وخبالك اللي احنا اخدناها من نائب المحافظة ورئيس الحي اول ما حصلت الكرسى انتوا ليكم مكان آمن المكان الآمن بعد اربع تيام بطاتين في قلب الشارع وحضرتك دلوقتي وخبالك فيه ظروف امتحانات ادي حضرتك ادي ملف انا عايز اقدم لبنتي وخبالك ومش عارف اقدم له في انا مدرسة مش عارف انا هستقر في انا في مكان دي احنا الحاجات اول حاجة احنا بندور عليه وخبالك حق الست اللي ماتت فين ميلا هجيب لنا حق الدم ده وفي واحدة حصلت حالة وفاة مين اللي سائل فينا فين صاحب البيت صاحب البيت فين هو مين اللي بييجي وخبالك ويتكلم معانا مين غير السيادة النايب الله يبارك له مين حاسس بنا يا باش يعني تخيل ان حضرتك وخبالك مستقر في مكان ومزبط يعني ومزبط ايالك ومستوى معاشتك ومزبط كل حاجة في لحظة واحدة وخبالك الكيان ده وخبالك ينهار يعني ده خراب بص موت وخراب ضيار انا بشكر حاجة ما عليش انا برضه عايز اوطح الحاجة على حاجة ماشي اني وخبالك اني الغاز جيه اه الغاز جيه فصل وخبالك عن البيت طيب البيت ده اه يعني هم ابتدوا يحلوا بس ابتدوا يحلوا ليهم هم وخبالك مش لين احنا ويريد بيحلوا صح بالمعنى وخبالك ان البيت ده حضرتك لو كامر اجيبه فيه اربع بيوت متلاصقة كلها غاز كلها غاز وكلها غاز وكلها كهرباء وكلها وخبالك فيه اكتر احنا بنتكلم على اكتر من ستين اسرة مصرية من الكالي وخبالك على شارع بالكامل ممكن يحصل الانتفجار في وجود غاز كهراء في وجود غاز كم اسرة في هذا العقار ده خمس اسر خمس اسر وفيه وخبالك فيه وفيه اتنين تكانة تحت وخبالك فيهم واحدة ربنا يلطف بحالها كان اغلاقت برضو المحلات فعلا هي المحلات مغلقة بالفعل طيب خليني اخد رأي احد سكان العقار بتطلبوا بقيا حضراكوا الوقتي ويعني الاغاثة كما قال الاخ الفاضل محدش جابلكوا اي اغاثات الا بعض البطاطين بس فقط من المسؤولين بعض البطاطين لين احنا بيسجعونا ان احنا النام في الشارع يعني فين الناس فين الحي الحي ما شفناهوش واسمع من واحد يقول لي مادم مجلوش مجوش للسبت ولا الحد ولا الاتنين صاحب البيت راح ترمخ على الموضوع ويدفع فيهم فلوس هما فين هما فين الحي مش شايفين حد منهم فين هما فين العقار ده يعتبر مخالف من بعد اختورة تم بناء دورين زيادة برضو عشان سادة مشاهدين يكونوا عارفين ثلاث دوار بالزيادة بالمخالفة طبعا ثلاث دوار مخالفين فين بقى الحي هنا المسؤولين هنا فين مفيش هلا الاستاذ عامرة بوليزيد اللي واف معانا الله يباركله بصراحة يعني هو سيات النقب كجهة تشريعية يعني ممكن يعني انعلق في هذا الموضوع هذا العقار بالطبع كان مخالف لكن استمر الحال عليه لحد ما نهرجو زائيا وحد ما حصل حادث وفاة سيدة ربنا يرحمها واصاب الطفلة يعني رأيك ايه في هذا الموضوع خاصة ان هما بيشتكون بعض المسؤولين فيه تخازل منهم اولا بسم الله الرحمن الرحيم ده نتيجة فساد المحليات اللي احنا بنتكلم عليه طبعا صاحب العقار بنى ثلاث دوار زيادة اثناء الثورة طبعا فيه موظف الحي احنا مش هنتكلم مش هنقول كلهم ولكن بعض النفوس الضعيفة بيجي ياخد قرشين ويمشي ابني عم الحج وقادي النتيجة اللي احنا شايفينها خمس اثر في الشارع العمار ايلا للسكوت تم نهيار بعد المناطق في العقار قدت الى وفاة سيدة من دائرة بولاء الدكرور واحنا بنقول للمحافظ زي المحافظ قال لنا يوم الاثنين ان شاء الله بعد يوم الاثنين ان شاء الله هيبقى فيه ماكن قدمية للخمس اثر انا بقول للمحافظ احنا عايزين سريعا اجراء سريع وانا عرف روه هو رجل محترم وهيلبل الاحتجاجات دي سريعا ان شاء الله فاحنا عايزين للخمس اثر اماكن ادمية يقضوا فيهم في نطاق برضو في نطاق دائرة بولاء الدكرور مش لازم في نطاق الدائرة احنا مش هنتنق ونختار ونقول في دائرة كذا احنا عايزين اماكن ادمية لانه حرام بسيدات دول في الشارع العال دول في الشارع ستة كبيرة طبعا قاعدة في كرسي المتحرك انت شوفت من منظر دلوقتي اه فاحنا احنا هنسئل على الناس دي والناس دي مسؤولة مننا وهنا تحسب عليه يوم الايامة واحنا بنقول عايزين حاجة سريعة في حاجة اسمها طوارئ في المحافظة في حاجات اللي هي الكوارث ازمة لجنة الازمات في المحافظة او الكوارث دي الحاجات دي معمولة عشان الحاجات زي كده انهيار طبيعي جدا ده عقار وحما لو حصل زلزال في مصر كله وعقارات كتير لقدر الله يعني هنعمل ايه لما احنا مش عارفين نحل عقار مشكلة سكان عقار واحد احنا عايزين حل سريع من المحافظة المحترب كمال الدالي الناس دي قاعدة في الشارع ويا معالي الوزير انت قلت لنا في خلال اربع تيام هيكون في اماكن قدمية واحنا مستنين وعد ساعتك انا بشكركم جميعا طبعا ونتمنى حل المشكلة وربنا طبعا يجعلنا سبيل لحل ازمتكم ان شاء الله يعني مشاهدين الكرام كان هذا رصد لمشكلة بعض سكان عقار بمنطقة زنين بي بولاء الدكرور انهيار جزئي اصفر عن وفاة سيدة واصابة طفلة اشكركم على كرم المتابعة وفي رعاية الله